موسيقى نبدأ تجوالنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الاتحاد الاماراتية التي نقرأ منها اسكتلندا تحضر صفع الأطفال جاء في تفاصيل الخبر أصبحت اسكتلندا أول جزء من المملكة المتحدة تحضر صفع الأطفال بعدما أكد وزراء أنهم سيمررون مشروع القانون الذي اقترحه عضو البرلمان عن الحزب الأخضر جون فيني ومن المنتظر أن يسقط التشريع الدفاع عن الاعتداء المبرر الذي يسمح للوالدين باستخدام العقاب البدني لتوبيخ الطفلة ومشاهدين نتحول إلى صحيفة الامارات اليوم التي اخترنا منها لكم شاشة ايفون اكس تصدم الجمهور بسعرها كشفت شركة أبل تفاصيل أسعار إصلاح هاتفها الذكي الأحدث ايفون 10 الذي يبدو أنها مثل الهاتف باهضة الثمن ويمكن أن تصل إلى نحو 300 دولار أمريكية ونطالع من صحيفة البيانة الاماراتية جوجل تثفي تعديلات على طريقة البحث صرحت شركة جوجل أنها تهدف إلى تقديم النتائج الأكثر فائدة لطلب البحث واليوم ترتبط ما يقرب من واحدة من كل خمس عمليات بحث على موقع جوجل بالموقع الجغرافي لذا فإن تقديم نتائج البحث المنائمة محليا هو جزء أساسي من خدمة المعلومات الأكثر دقة صحيفة الوئام السعودية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم نوكيا 8 يعيد الشركة الفنلندية لعالم الهواتف الذكية الفاخرة تسعى نوكيا لاستعادة مكنتها القديمة في عالم الهواتف الذكية من خلال إطلاق هاتف ذكي جديد من الفئة الفاخرة بهاتفها نوكيا 8 بنظام جوجل أندرويد وأكدت الشركة أن هاتفها الذكي الجديد يسخر بأحدث التجهيزات المتطورة في خبرنا الأخير مشاهدين الأيام البحرينية نقرأ منها خبر مؤسف هذا ما يحدث لقلبك وعقلك عند مشاهدة أفلام الرعب تؤكد دراسات طبية أن هناك حقيقة لا مفر منها وهي أن المخ لا يستطيع يتجهل ما تراه العين موضحة أنه كلما كانت الصور حقيقية ومرعبة فإن المخ يأمر الجسد أن يتصرف بناء على ما يراها ترجمة نانسي قنقر